المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضايا التادية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء وصل اليوم رئيس الجمهورية يدريد ديبيتنو إلى باماكو العاصمة المالية وكان في استغباله رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيدا والهدف من ذلك هو المشاركة في أعمال القمة الطارئة لدول المجموعة الساحلية الخمس التي افتتحت اليوم بحضور غساء دول الخمس الساحلية وبعض الأوروبيين التقرير المفدنا من هناك وعثمان عبدالغان إدريس القمة الطارئة لمجموعة الدول الساحلية الخمس التي تستطيفها باماكو العاصمة المالية الليسة كسابقاتها وتعتبر محمة تناقش إدت قضايا متألق بمحاربة الإرهاب والتي تشارك فيها فرنسا بحضور الرئيس الفرنسية الجديد إمانويل ماكرو فقبل بداية القمة وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو إلى العاصمة المالية باماكو برفقة وفدن رفيع المستوى وفور نزوله من سلم الطائرة استقبله نظره المالي إبراحيم ببكر كيتا الذي رحب به بأهر الترهاب والاستقبال المميز ومن ثم تم أسفى النشيد الوطني للبلدين كما مرى بضباط الجيش المالي والقوات الأممية في مالي من بينهم ضباط الجيش الشعري المشاركين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي كما حضر مناسبة استقبال فخامة رئيس الجمهوري إدريس ديبيتنو عدد من الدولماسيين المعتمدين في باماكو بحضور الجالي الشعري والطلاب المقيمين في العاصمة المالية باماكو والمدن الأخرى حيث رحب فخامة رئيس الجمهوري إدريس ديبيتنو بالجالي الشعري والطلاب وأشكرهم على حد الاستقبال الحار وقبل مغادرة رئيس الجمهوري المطار طلب منه نظيره إبراحيم ببكر كيتا مشاركته في استقبال الرؤساء للآخرين الذين يشاركون في قمة مجموعة الدول الساحلية الخمس الذين وصلوا المطار بعد فخامة رئيس الجمهوري إدريس ديبيتنو وهما الرئيس الموريتاني محمد والددالازيس الذي حظي باستقبال هار من قبل نظيره إبراحيم ببكر كيتا وفخامة إدريس ديبيتنو أقبل مصافة والترحاب وبعد مراسم الاستقبال تم أدفى النشيد الموريتاني والمالي وبعد ذلك قاموا الرؤساء السلاسة باستقبال نظيرهم النجري محمد يوسف الذي هو الآخر وصل لأصمة المالية باماكو للمشاركة في قمة مجموعة الدول الخمس كالعادة تم استقبال الرئيس النجري من قبل الرئيس المالي إبراحيم ببكر كيتا بحضور الرئيس الجمهوري فخامة إدريس ديبيتنو والموريتاني محمد والددالازيس نذكر بأن الرؤساء الأربع إبراحيم ببكر كيتا وإدريس ديبيتنو ومحمد والددالازيس ومحمد يوسف وكريستان روكبوري الذي وصل أولا إضافة إلى الرئيس الفرنسي سيجتمعون من أجل محاربة الإرهاب والتطرف بدول الساحل الخمس وذلك خلال قمة باماكو